اشتركوا في القناة مشاهدي أوريزون تيفين ما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الإخباري زوم سبور والبداية بالمباراة التي ستنطلق بعد لحظات بين فريقي رجال رياضي وأولمبيك ريبغال مباراة تندريج دمن مؤجلة الجولة الرابع عشر من البطول الاحترافية لكرة القدم فريق رجال رياضي سيلعب هذه المباراة وعينه على المباراة القادمة ضمن ربع نهائي كاس محمد السادس لاندي الأبطال ضد فريق مولودية الجزائر والفريق الأخضر سيواجه فريق أولمبيك ريبغا بغيابات وازنة من بينها اللاعب فابريس نقوما وكذلك الذي رحل إلى بلاده من أجل قضاء بعض الأغراض الشخصية إضافة إلى مجموعة من العناصر بسبب الإصابة من أبرزها اللاعب بطيبك وكذلك بن حليب إضافة إلى اللاعب الحافظي الذي لا زال يشكو من الإصابة ومن المحتمل أن لا يشرك اللاعب متولي في هذه المباراة استعدادا للمباراة القادمة جمال السلامي كما قلت سيلعب هذه المباراة أمام جماهيره التي ستكون حاضرة بمركب محمد الخامس من أجل الدعم والمساندة ومن أجل الفوز كذلك واللقاء الأهم هو الذي سيجمع الرجاء ضد مولودية الجزائر ضمن مصابقة كاس محمد السادس لاندي الأبطال خاصة وأن فريق رجاء رياضي هو رفقة أولمبيك آسفي ممثلي كرة القدم الوطنية المباراة سيقودها الحكم عدلزيز لمسلك وستجرى بداية من الساعة الخامسة بمركب محمد الخامس بالداري البيضاء وعلاقة دائما بالبطولة الاحترافية لكرة القدم اتحاطا جا رفقة بيدرو بن علي سيواجه مساء اليوم بداية من السابع مساء حسنية أقادير الذي نهزم في المباراة الأخيرة أمام برادو الجزائري بيتولاتية ضمن مسابقة كأس الكونفيدرالي الأفريقي لكرة القدم داخل القواعد المباراة سيقودها الحكم حمزة الفارق فيما يوم غد فريق الوداد الرياضي سيرحل إلى واتزا من أجل مواصلة مشواره في البطولة الاحترافية لكرة القدم وتصدر الدور المغربي المباراة ستجري كما قلت يوم غد بداية من الثالث زوالا وسيقودها الحكم رضوان جيد فيما المغرب التطواني سيستقبل النهضة البركانية يوم الخميس بداية من السابع مساء المباراة سيقودها الحكم داكي رداد وعلاقة دائما بالبطولة الاحترافية نعود إلى خبريهم رجاء الرياضي وحول الحالة الصحية لللاعب محمود بن حليب نشر الفريق الأخضر عبر الموقع الرسمي للنادي بلاغ بخصوص بن حليب الذي سيرحل إلى القطر من أجل العلاج وأن يعود إلى فريق رجاء الرياضي معافاة خاصة وأن اللاعب يريد العودة بقوة ضمن فريق رجاء الرياضي خاصة بعد تمديد العقد مع النادي الأخضر نتمنى الشفاء العاجل لمحمود بن حليب ولجنون اللاعبين المصابين للتذكير فقط فمن حليب أصيب في المباراة التي جمعت فريق رجاء الرياضي والنهضة البركانية مؤخرا ونواصل مشاهدين الأخبار بالقرعة قرعة دوري أبطال إفريقيا التي ستجرى مساء اليوم بالقاهرة بالمصر والتي ستنطلق بداية من السادسة مساء وسنتعرف عن خصمي الوداد والرجاء في منافسة دوري أبطال إفريقيا وللتذكير فالفرق المتصدرة هم مازين بالنجم الساحلي مع ميلودي ساندونز الترجي التونسي فيما الفرق التي تحتل المركز الثاني رجاء الوداد الأهلي والزمالك المصري وكما قلت القرعة ستجرى بداية من السادسة مساء ونرحل إلى فريق رجاء بن ملال الذي صدر أمس بلاغ يتكلم عن رحيل رئيسه محمد عفيف عن النادي خاصة بسبب ما يتعرض له من مضايقات من طرف بعض محبي النادي أو محسوبين عن النادي عبر مواقع التواصل الشماعي وبعض الصفحات نستمع لتصريح المكلب بالتواصل لمحمد ريدا بحوت عفوا ويتكلم عن هذا الموضوع أكيد فريق رجاء بن ملال يعيش على وقع النجاية السيبية منذ انطلاق المنافسات ذي البطول الاحترافية وصراحة الكل يستفرد وضع الفريق حاليا جميع الفرق الكبرى تمرض ولا جاموت فريق رجاء بن ملالحسابين لازال مآمن من الحضور ديالو إلى آخر رمق إن شاء الله في بعض الدورات المقبلة نقول كلمة ديالنا وليما لا نحافظ على الفريق لأندي القاسم موطني الأول يوم أمس كيف مشتوك وتفاجهنا هنا كمكشب مسير والكل تفاجأ بالاستقالة المفاجئة دي السيد الرئيس اللي قدم استقالة ورسميين يوم أمس تلجأ نظرا كما جاء في البلاغ أو الاستقالة اللي قدمها الرئيس أنه غير راضي المحيط اللي كدر به والأجواء اللي صبحات مشحونة بفرق رجاء بن ملال الشيء اللي خلا أنه يقدم استقالته إلى حين تحديد جمعان استثنائي اللي تفعيل استقالة صراحة رئيس وشهد لا رئيس يعني يعطش الكثير لرجاء بن ملال ولو أنه ما تحمس مسؤولية لسنين طويلة إلا أنه يحسب له مجموعة من الأمور تمكنها متخيق الصعود خلال موسم الكرة والماضي إلى قسم السفوة الجميل في الأمر هو أنه رغم أن رجاء بن ملال تخبط في سلسلة نتائج السلبية إلا أن اللاعبين والطاقة التقنية وكل يعني كياخد ستالر دياله في الوقت دياله ورئيس شحم مرة وشحم خارجة إعلامية أكد لأنه في رائق ما كيعيش وحاد وضعية مالية مزرية بالعكس أن اللاعبين كتوصلهم مستحقات دياله في الوقت دياله إضافة لأنه يملح تحفيزات مالية كبيرة خلال المباريات ولكن للأسف سوء نتائج ومجموعة من الأمور الأخرى ربما خلت سيد الرئيس أنه يقدم استقالة دياله كيف ما قلت لك إلى حين تعيين أو تحديد جمعها مستدنائي للتذكير فقط مشاهدين ففريق رجاء بن ملال الوافد الجديد على القسم الوطني لو لم يدق بطعم الانتصار منذ بداية البطولة الاحترافية لكرة القدم وقد غير مجموعة من المدربين من أبرزهم المدرب مراد فلاح الذي قاد الفريق للصعود بعده عزيز العامري ثم الآن محمد مديحي رفقة الفريق وكل مكونات النادي تريد أن تجتمع كل مكونات النادي من أجل أن يبقى الفريق في القسم الوطني الأول رغم أن الأمور صعبة حتى الآن ونتقل الآن إلى خبرهم أولمبيك آسف الذي يستعد ويعد العدة للمباراة القادمة من اتحاد السعودي اتحاد جدة ضمن ربعي نهايكاس محمد السادس لاندي الأبطال المباراة ستجرى يوم الخامس عشر من الشهر الحالي بملعب المسيرة بأسف المباراة سيكون حاضر ضمنها الحكم المصري المتير للجدة الجهاد جريشا وسيكون هو الحكم الخاص بغرفة الفار ونتمنى كما قد التوفيق للفرق الوطنية في جول المسابقات القارية بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور على أمل اللقاء بكم دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة